على مدار السنوات الست الماضية عاشت البلاد وضعا في غاية الصعوبة ويزداد هذا الوضع سوءا يوما بعد آخر مؤخرا رصد برنامج الغذاء العالمي سبعة عوامل تمثل تهديدا خطيرا للأمر الغذائي في اليمن لعل أبرز تلك التهديدات وأولها استمرار الحرب الإنقلابية التي أشعلتها ميليشيال الحوث الكهنوتية ويمثل أنهيار العملة المحلية التهديد الثاني إذ أنه لم يعد بإمكان ثلث السكان شراء ما يكفي من الغذاء بسبب تدهور العملة والارتفاع الجنوني لأسعار المواد كما أن القطاع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين وعدم انتظامها في مناطق سيطرة الشرعية أحد التحديات التي قد تزيد من تدهور الوضع المعيشي في البلاد وتمثل انتشار الأوبئة أحد أهم هذه التهديدات حيث تأتي اليمن ضمن الدول التي تشهد أعلى معدلين للوفيات في العالم بسبب فيروس كورونا والأوبئة الأخرى التي تفتيك بالمواطنين منذ بدء الانقلاب وإنهيار المنظومة الصحية شكلت الفيضانات المدمرة التي اضربت عددا من المحافظات مؤخرا تحديا كبيرا للسكان حيث قتلت وعصابت العشرات وأجبرت الألاف على النزوح وجرفت مزارعهم وممتلكاتهم ولم ينتهي خطرها بعد كما أن نقص الوقود يؤثر بشكل كبير على احتياجات الغذاء ويعطل المستشفيات والاتصالات والخدمات الأخرى التي تعتمد على الوقود لتشغيل مولدات الطاقة الرئيسية لها وتعد ناقلة صافر أبرز تلك المخاطر التي قد تهدد الأمن الغذائي ومصدر التموين الخارجي للبلاد وذلك إذا ما توقف ميناء الحديدة والصليف جراء أي خطر قد تتعرض له الناقلة ويبقى الإنقلاب رأس كل هذه المخاطر والتحديات التي تشهدها البلاد